بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله نتكلم على Autodesk BLM-60 اللي هو مصود به Product Life Cycle Management. اتغير اسمه بعد كده. Autodesk Fusion Life Cycle. دي تويتر شهيرة. الحساب بلد ما كان اسمه Autodesk BLM-60. BLM يعني Product Life Cycle Management يعني انا ادير المبنى والمنشأة. وبقى عند كل التفاصيل اللي انا محتاجها للادارة. فهو قالك المستقبل اتغير عشان كده BLM-60 اصبح في Fusion Life Cycle. فانا بدخل على Autodesk Fusion Life Cycle. بيقول لي اعمل حساب مجاني لموديل شهر. فتدخل بالليبير بتاعك وتبدأ تعمل الحساب وتبدأ ترفع الموديل بتاعك. مجرد ان انت سيفت الموديل على Autodesk Bustin بيظهر معك. فتبدأ تشغل عليه. وتبدأ تحط كل الموديلات اللي انت عايزها. زي مسلا السابلاير. زي مسلا كل حاجة هنا من المسؤول عنها. طيب رقم تليفونه. وبحس مسلا لو السنسور تعطل ما عادش تدور على رقم تليفون. على الرقم على طول. لو اي حاجة محتاجها سيانة. اتصل بالشركة اللي هي جايبها بحيس النتجة تصلحها. اه. ابقى عارف المنشأ بيدار ازاي. هل فعلا بيوفر القهربة. هل في اي مشاكل. كل ده برنامج Autodesk 360. اللي هو بقى اصبح اسمه Autodesk Fusion Life Cycle. بتقول له انا عايز حساب مجاني. وبتدخل اسم والباسورد والايميل. بتدخل اسم بتاعك. الايميل. الكمبني. التليفون. البوستر كود. الجوب وبعد كده بتدوس هنا. وتحرك بالمواصل عشان تأكد ان انت بش برنامج معمول عشان يعمل حسابات وهمية. وتقول له جيت ستارت فهو ببعت لك المعلومات كلها. وبعد كده في الايميل بيفتح لك الرابط اول ما تدوس عليه بيفتح لك الرابط دوت. فبتشوف الحساب بتاعك. وتشوف هنا المعلومات بتاعتك. بتشوف هنا الصور البينية اللي توضح لك اي معلومات عن المبنى. ممكن تيجي هنا تشوف الحساب بتاعك. انه انت في اي معلومات عايز تتعدلها. او بيقول لهم ساعتنين. يروح موسيقى لما مثل اني بدأت المعمل تظهر اكتر ايه العنصر اللي انا شفتها البوك مارك تعال نشوفها الصور بانية بدأ يجب لي معلومات زي ما انا عايز تقدر تخصص المعلومات ديت لو انت عايز تضيف حاجة تشيل حاجة اي معلومة عايز تضيفها تضيف لوح جديدة تشيل لوح مثلا مش عايز هتلوقتي اجي انا اقول له ماي اكاونت حساب بتاعي بتكتبها الاسم والايميل وبعد تكتبها العنوان والتليفون بحيس الفريق بتاعك لو عايز تصير بيك تصير بك امتى وازاي تغير الباسورت تتحكم في التنبيهات اللي تجي لك هل انت مثلا عايز على الايميل ولا مش عايز على الايميل ولا لما تحصل مشكلة ولا انت عايز تقرير يومي طيب خلينا نبص كده نشوف المين مينيو على هنا البرودكت الديفلومنت البرودكت الشينجي مانجي من السابلاير مثلا السابلاير تبدأ شوفها كل جزء في المبنى من السابلاير بتاعه لو حصل حاجة سيتصل بيه لو في اي معلومة ناصب بحيس ان انا مجيش وقت الازمة وعد ادور على رقم تليفون مثلا هنا اقول لنا مثلا ايه انا عايز على مكرييت السابلاير جديد هنكتب السابلاير ديلز هو مسؤول عن ايه الريفيو تيم الادرس بتاعه طب الكنتاكت بتاعه طب في اي نوتس اي ملحظوط انا عايز اكتبها فهو برنامج لذيذ ومثل ان هو اونلاين بحيس ان انت من اي وقت تدخل على النت تقدر توصل لكل المعملات اللي انت عايزها ان شاء الله نشرح الموقع بالتفصيل لو عجبكم البرنامج يعني كمان ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة